اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين واليوم حيث نتكلم عن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان لكل شيء حلاوة في الذوق لكل شيء حلاوة حلاوة في الذوق حلاوة في الحس حلاوة في الشعور وهذه الحلاوة التي تأتي في هذه القنوات الذوق والحس والشعور تتحول إلى شيء من المتعة واللذة النفسية والروحانية لذلك أيها الأحبة الكرام نود الحديث في هذا اللقاء عن حلاوة الإيمان وكيف يشعر المؤمن بحلاوة إيمانه وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف أو أن يقذف في النار فإذا وجدت هذه الثلاثة في المرء وأحس بها إحساسا صادقا وشعورا دافقا وجد في نفسه حلاوة الإيمان ومن لم يجد حلاوة الإيمان في قلبه فليراجع نفسه فلابد أن يكون هناك خلل أو أن هناك تقصير لأن أصل الإيمان معرفة الله فإنك إن عرفت الله أو فإنك إن عرفت الآمر ثم تلقيت الأمر تفانيت في طاعة الآمر أما إنك إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر وللأسف الشديد هذا واقع المسلمين وهذا حالهم اليوم مليار وخمسمائة مليون مسلم ليس لهم ثقل في العالم ولا يحسب لهم أي حساب فحلاوة الإيمان لا تأتي إلا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يأتي صدق التعلق بالله ورسوله إلا باتباع المنهج القرآني والسنة النبية المطهرة فلو سألنا على سبيل المثال هذا المليار وخمسمائة مليون مسلم أليس الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ لا يمكن أن يقول واحدا منهم لا لكن للأسف أن هذا الجواب يتعارض مع السلوك يتعارض مع الحياة الاجتماعية التي يعيشها المسلم اليوم يتعارض مع التطبيق في الحياة اليومية وفي المعاملات والمصالح الشخصية لماذا؟ لماذا؟ لانعدام السلوك والتطبيق والأخلاق في المعاملات في حياتنا اليومية أيها الأحبة الكرام الإيمان ثمنه باهر ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ولن تنال هذه السلعة إلا إذا عرفت الله حق المعرفة وتأسيت برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وسلوكا ودليل معرفتك بالله بأن تتبع منهجه وتطبق أحكامه وتعمل بأمره وتنتهي بنهيه تطبيق في كل حركاتك وفي كل سكناتك فإذا تعارض أمر الله مع مصلحتك والمتوهمة تدوسها تحت قدميك وتنظر إليها بحقارة وتقول إني أخاف الله رب العالمين أن تقبل الحق وإن كان مرا أن يكون رضاء الله يعلو رضاء الخلق ورضاء نفسك ومصلحتك هنا تحقق إن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما ومن هنا ومن هذا الباب تتذوق حلاوة الإيمان وهنا تكون قد حققت معرفتك بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبهذه المعرفة تأتي المكافأة من عند الله وهي أن يلقي الله في قلبك السكينة وبالسكينة تكون سعيدا ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء إن عرفت الله شعرت بالأمن والأمن الذي لا يعرفه إلا المؤمن حقا يقول الحق سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن والهداية من الله سبحانه وتعالى يحقق حلاوة الإيمان بالله وبرسوله واليوم الآخر أيها الأحبة الكرام للإيمان طعم وحلاوة ولذة ومتعة يتنعم بها المقربون إلى الله بالإيمان الثابت واليقين الصادق لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتنعم بهذه الحلاوة وهذا القرب من الله إنه على ذلك قدير نعم المولى ونعم النصير وللحديث بقية في اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى وفقني الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة ودمتم برعاية الله بالخير والسعادة والمحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة